كلما أخيرا خليك دكتور محمد حول هذا الملتقى بأنه مالورزمو الوقت زرباً الملتقى ليصار الأول للرابطة الأفريقية لجمعية الخصوبة والإنجاب دايور جوفو فليسيت معنتها فتور رئيس منتخب للرابطة الأفريقية دميل فانسيت مبروك بيانسور سبوس دكتور محمد وكما قلنا هو سيلو بخومية سار دوت المانير في تونس وشفنا معنتها وقامت معتها فيما يخص الإعان على الإنجاب كنت حاضر صحيح حول حاجة كنا ديما نشوفوا مؤتمرات من نوع هذا مكبار ياسر في أوروبا وفي أمريكا وقعد تلقى رمتعنا ما عنديش مؤتمر يلمي شمل الأفريقية كل اللي هم مهتمين بشأن الخصوبة تعرف في أفريقيا فهم المتكلمين نطقي باللغة الفرنسية ونطقي باللغة الإنجليزية والعربية لأول مرة نجمنا نلموهم الكل وهذا كان ممكن على خاطر زادة جمعية تونسية لطب النساء والتوليد تحت تنظيم نظمته موش سهل بشتنظم في مؤتمر إفريقيا في تونس في مدة قسيرة في مدة قسيرة جايونا سبعمائية شخص بين توينسا أو ذيفان جايين من إفريقيا وجاينا عنا أكثر من خمسين معناها متدخل بشعد القاوم وحاضرات في الموضوع هذين والمحاضرات هذين ما كانش لهدف متيحة فقط نتحطه على الجانب التقني الطبي ولكن تحدثنا على المواضيع اللي كنا طرقنا لها لهنا عليش الخصوبة قاعدة تنقص في القارة متاعنا كيفيش الوقاية كيفيش زادة معناها التكوين المهارات في المساعدة على الإنجاب لأنه بحثينا مدام سليمة كوراتي اللي هي متكونة في الجامعة التونسية وتكملت طورة روحها في الخارج ولكن أصلها ولكن في القارة الأفريقية ماهمش البولدين الكل عندهم جامعات تتكون ومراكز مساعدة على الإنجاب تتكون أطبيق لبيولوجيا وأطبيق للأنسجة هذا كله كان الحديثم بتاعنا ثلاثة يامي ذالي دكتور محملين ثلاثة يامي يوم الورشات يعني للطب الصغار شوية باش يكونوا وراحهم في بعض المهارات وصارت ورشة مثلا على شارك فيها دكتور قرقني على خصوبة الرجال صارت زادة ورشة على التجميد البوايضات شاركت فيها دكتور سليمة فراتي صارت ورشات اللي هي على التنشيط وبعد عملنا يومين ونحن نتحثوا مبعضنا وكانت لقيقة فرصة لالتقاء الأخصائيين هذي الكل اكسلان